بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر محمد جلال مدرس اوغل ساينس. ان شاء الله معادنا النهاردة مع المراجعة الاولى من مراجعة ليلة الامتحان في مادة الساينس للصف الثاني الاعدادي. ان شاء الله يمتحان يبقى جميل وسهل. بس تركز معايا. وياريت تاخد معاك الام جاف وقلم رصاص واستيكا. عشان اول ما تشتغل تشتغل بالقلم الرصاص بعد ما تأكد وتراجع. ابحبر بالقلم الجاف. فضلا اشترك في القناة ودوس لايك وفعل زر الجرس لتصلك الفيديوهات وقت تنزيلها لان ان شاء الله في مراجعة تانية النهاردة الساعة سبعة بازن الله رب العامين. فانت لما تشتغل في القناة وتفعل زر الجرس اول ما نزل الفيديو هيوصلك الاشعارات بازن الله. وان شاء الله هنبدأ تنزيل مناهج الفصل الدراسي التاني من الاسبوع القادم بازن الله رب العامين. يلا بنا يا شباب توكلنا على الله. اول النموذج بيقول لي نمبر وان بوينت فورمز نيجاتيف ايون دورنج كيميكال ري اكشن. طبعا احنا عارفين ان النانميتل لما بتيجي تعمل كيميكال ري اكشن بتعمل جين جين طالما عملت جين فبتتحول الى نيجاتيف ايون. فهنا هنختار نمبر اي نانميتل. يبقى نمبر وان بوينت فورمز نيجاتيف ايون دورن كيميكال ري اكشن هقوله نمبر اي نانميتل. نمبر تو زير ار بوينت بوينت بوينتز ميليكيولز. ميليكيولز معناها البوند اللي بتربط الووتر ميليكيول مع اناظر هنقول له نمبر بي هيدروجين بوند. يبقى البوند اللي بتربط اه مع اناظر هتبقى الهايدروجين بوند اللي هي ممبر بي. لكن يا شباب لو انا عندي البوند اللي بتربط الهايدروجين في الووتر ميليكيول هتبقى كوفيلنت بوند. يبقى انصيد وان ووتر ميليكيول هتبقى كوفيلنت بوند. لكن بتوين ميليكيولز هتبقى منبر بي هيدروجين بوند. منبر سري. مين في دول انر تجاز يا شباب? هقوله نمبر دي ارجون. مين في فور. elements of group 1A react with 7A. فور ميد الgroup 1A اللي هي alkaline metal. وغروب 7A اللي هي non metal اللي هي الهالوجين. لما بتعمل الرياكشن مع بعض بيكوين ليه saltis املع. نمبر سي saltis املع. طيب. نمبر فايف. point indicate extinction. هقوله نمبر سي فوسيلز. نمبر سيكس ميركري كونسنتراشن درينج ووتر كوسيز. هقوله نمبر اللي هي العمى. يبقى الانسان لما بيشرب مية فيها نسبة مركزة من الميركري. بيحصل لقدر الله نمبر اللي هو العمى. طيب اه نيجي على النموذج التاني بيقول لي choose the correct answer. اتشوز the correct answer number one. increase ratio of carbon dioxide gas leads to. لما نسبة carbon dioxide gas في الجو بتزيد بتؤدي الى number d global warming الاحتباس الحلاري. يبقى increase ratio of carbon dioxide gas leads to. ده بيؤدي الى increased temperature وincreased temperature. بيؤدي الى global warming اكتباس الحلاري لو نمبر دي. ممبر تو ماندليف classified element in this in his table in ascending order according to atomic weight. according to atomic weight. يبقى عندي ماندليف اشتغل على atomic weight اللي يلمس نمبر. وعندي موزلي اشتغل على الاتوميك نمبر. يبقى مانبر تو ماندليف classified elements in his table in ascending order according to. اقول له ايه? اتوميك ويت. مانبر سري. زا نمبر اوف الكترونز in outer energy level. النمبر اوف الكترون في ال اوتر انرجي ريفل بتعبر على ايه? ايه? ايعمل مسلا لو عندي ايلمنت او عندي اتوم وزعته. اعملت له. لقيت ال اوتر انرجي ريفل فيه هيبقى it group one a. لاقيتوا في تو هيبقى Auftra A وهكزا. هيبقى mid vào.ентовóbook. هقول number a group number. all the following all the following except. خلي بالك. ايام. 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 تعمل بص كده. اولا النيون اما ازاعك هتبقى AIN تن مين في دول مش هيبقى الايام بتاعه آآ نشوف كده. انا عندي الالمونيوم. طبعا ده الاتم. لما بيعمل هيبقى يبقى دوت زي وزي النيون. طبعا عندي اللي هي الاتم. بيعمل هيبقى الايون بتاعه. هيبقى زي النيون. تعال يبقى 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 طبعا الففتين لما اجا وزقها الفايف دي يبقى معناها من مثل. يبقى بتعمل بتعمل آآ آآ جين عشان تكمل هتعمل جين لكام تعمل جين لسري عشان تبقى عشان تكمل فالمفروض الايون بتاعته تبقى يبقى هنا الففتين الاوتر في في بدوتنا المتال فبيعمل جين لسري الالكترون عشان يكمل فهنا الايون بتاعته هيبقى الالكترون بتاعته هيبقى اتين اللي هي نمبر دي اتين اللي هي نمبر اي نمبر دي. طيب نيجي بعد كده نمبر سيكس انجروب متالز انجروب متالز relationship between اتونك نمبر and اتونك سايز is الغروب متال كل ما يزيد الاتومك نمبر بتزيد الاتوق سايز صح ولا لا يا شباب ولذلك يا شباب بتبقى الاتومك نمبر و كده خلصنا اتنين نموذج. النموذج التالت بيقول لي بيقول لي ايات اتس اوتوميك نومبر ايات تعمل كده حبيبي انا عندي الاكس الاتوميك نومبر بايت ده ما اجعل زيكس الالكترونيك كنفيجوريشن بتاعت الايون بتاعته ما هي يا جماعة يبنونتل يبقى عايزة تعمل جين لتوقك الالكترون عشان بتجب كمبليت اوتر انجريفل فبدل ما هي تبقى عايز تعمل جين لتو الكترون عشان تكون بليد هيبقى الايون بتاعتها نمبر ايه لانه هي فعملت جين لتو الكترون عشان تكمل فيبقى بتاعك الايون بتاعتها هيبقى نمبر ايه لكل الخصائص دهيت معنا زي هاف لو ديستي لأ ليها اه زي هاف لو ديستي دي من صفاته نمبر تو او نمبر بي زي Cart ітиيس ليس فعلا هي متل فقود من bar سي زي Contact it اه فعلا زي من bar دي زي دوترياكت with water يبقى القلايه هي متل هافزة في الوئنك اكسب نمبر دي زي دوترياكت with water يبقى اختاره نمبر دي number three فريون كومباوند الخريون يا جماعة الفريون كومباوند are used as. Solving the material. Oh, you start solving the material. Cooling the material. Oh, you start on cooling the materials. Perpulling the material. أيها طبعا. Number D. All the previous answer. Number D. All the previous answer. Yep. Alpharion compound are used as. All the previous answer. Number four. Coldest layer is. El coldest layer. أبرد كاوكا بين. Number C. الميزوسفير. عارفين يا شباب الميزوسفير درجة حرارتو كم? ها? قول لي. Minus 90. Minus A. Minus 90. يبقى. Coldest layer is. أقوله. Number C. ميزوسفير. لأن الدرجة حرارتو. Number five. Ozone degree is measured by. I unit cold. أقوله. Number B. Debson. Number five. Ozone degree is measured by. I unit cold. أقوله. ديبسون. Number six. The halogen which exist in liquid state. مين? الهالوجين اللي موجود في صورة liquid state. هقوله number B. Bromine. Number B. Bromine. خلي بالك. دايما نخليها في ذاكرتك كده. الهالوجين. Fluorine. 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 Bromine. Aiodine. Fluorine. وكلورine. ده الجاز. البرومين. ده الليكود. الايودين ده solid. يبقى زا هالوجين. اه. which exist in liquid state. قوله number B. Bromine. بني يجي للنموذج اللي بعد كده. بيقول لي. choose the correct answer. if an element is found in period three. خلي بالك. المنت موجود فين? في ال period three. كام period three period. عندي معنى كلمة يعني الاوتر energy level اللي هو الام في سكس. انا عندي element. ليه. والاوتر في سكس. اللي هو الام. يبقى كاتو. والآه الام سكس. تو ايت سكس. تو ايت يبقى تين. وسكس يبقى سكس. تعال بص كده. معنى ذلك ان ال element دوت has six. ايوة. ان احنا قلنا يا جماعة الاوتر فيه سكس. طب number B. it has three energy level. ايوة. هو قال لي معناها ان فيه سري. في المنبر سين. معنى ذلك هاتونك نمبر بيسكستين. ايوة. هاتونك نمبر بيسكستين. يبقى اختار number D A و B و Z. يبقى اختار number D A و B و Z. يبقى number one if an if an element is found in period three and group six this means that اقول له number D A و B و Z صح. number two point in its salt solution. خلي بالك. الهالجين اي لسه الاك. خليها في زهرك كنا ارتبها. دايما منى السالس اللي فوق يعمل اللي تحت بينه. تعال نشوف كده. َكولورين يعمل۔. ٥. ما ينفعش. الكولورين تحت . ما ينفعش. َكولورين تحت . َكولورين. َكولورين. َكولورينيم. َكولورين. 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 ف treffen برومين. ده هنبص كده. كولورين برومين. اه يا مستر ينفع. ده كولورين يا مستر فوق البرومين. واحنا قلنا اللي فوق يعمل اللي تحت منه. فانا عندي كولورين برومين. فالكولورين اعلى من البرومين. يبقى يعمل البرومين. ليه البرومين. يبقى ممبر سي الكولورين يقدر يعمل البرومين. انا بقول لك يحفظهم تاني. كولورين برومين ايودين. فانا عندي كولورين فوق البرومين فيعملوا يبقى نمبر اقول له طيب اه نمبر سري زا نقاط انا قلنا الان اي لما وزاعة طيب الاف اللي الناين بس خلي بالك دية الاتوم هتعمل جين لون عشان تعمل هتبقى برضك طيب نشوف التانية دي اتم لما وزعها ما هتعمل برضك جين عشان تكمل هتبقى زي النيون طيب نمص على الناتروجين كده الناتروجين الاتوم ان سيفن فهي ما جاء وزعها هتعمل جين لسري الالكترون عشان تكمل هتبقى يبقى اختار الانسر يبقى زي الالكترونيك كنفيجوريشن اف ان اي جاز اس سيملر تو زاد هقول له فولورين واكسجين ونايتروجين هقوله نمبر دي كلهم هختار نمبر دي ممبر فور زا نمبر اف اليمنت ان مندليف از يا جماعة مندليف لما جيه يشتغل على عشان يعمل اه مندليف اشتغل على نمبر ايه سيكستي سيفن سيكستي سيفن سيكستي سيفن اليمنت ماشي نمبر اه فايف لسه ايل لك احفظها تاني الهالوجين مهم لانه هي والقليميتال لسهن لوحدهم فاهم المسؤول اكيد لما جاوز لما جا قسم الهالوجين فولورين كولورين برومين ايدين صح؟ قلنا الفولورين والكولورين اللي اتنين جاز يبقى اختار نمبر دي اختار نمبر كام؟ نمبر دي ادى الكولورين ايه والفولورين بي يبقى نمبر دي اقول له ايه وبي دول جاز سيكس احفظهم تاني فولورين كولورين جاز برومين اه ليكويد ايودين صلد يبقى نمبر فايف زا هالوجين which exist in جاز سيكس اقول له نمبر دي ايه وبي اللي هي فولورين وكولورين نمبر سيكس مين فضلنا الميتل اقول له نمبر ايه كولورين مين فضلنا الميتل اقول له نمبر ايه كولورين نيجي بقى يا جماعة على اخر نموذج من المراجعة الاولى من المراجعات ليلة الامتحان للصف التاني الاعدادي بيقول لت شو ازا كوريكت انسر نمبر وان اتس اتومك نمبر سيرتين خلي بقى ايون طب نموذ الاتم الاول الاتم سيرتين ده مثل wall метl هيبقى مثل طيب الاممية هيبقى عمل ايه هيعملل مزل المزلات يعمل لوز الي موجودة في الاوضل فلما يتحولن لايون هيبقى لما يتحولن لurdayن هبقى ايه اليانبر ايهют هتبقى وخلي بانك اقرأ سؤال كويس هنا بيتكلم على الايون مش على الاتم يبقى هتبقىion اي تو ايت لانه بتكلم عن الايون مش الاتم لسه انها في نموذج قبل كده نمبر بي ديبسون نمبر بي ديبسون نمبر سري زير ار بوينت بوندز بتوين ووتر مليكولز قولنا يا جماعة الووتر مليكولز يعني ووتر مع ناظر ووتر مليكول يبقى هايدرشين بوند اللي نمبر سي يبقى زير ار هايدرشين بوندز بتوين ووتر مليكولز اخطر نمبر سي هايدرشين بوندز نمبر فور اليمانس ويتش هاف اتومك نمبر بوينت ار كولد الكاليميتل مين في دول اقدر اسميه الكاليميتل عشان احدد الكاليميتل يا جماعة الالكاليميتل موجود في معنى ان موجود في معناها ان الاوتر اينيرجي ليفل كونتين وان الكترون طب مين في دول الاوتر في وان نمبر ايما ينفعش لان اول واحدة الكيب ما ينفعش انا عايز حاجة اخرها وان طب نمبر بي ما ينفعش مرتعش في نمبر سي كده لما اجا وزعها اخرها وان لما اجا وزعها اخرها وان يبقى اختار نمبر سي. ليه? لان هو هنا عايز الالكالايميتل والالكالايميتل في جروب وان ايه. وجروب وان ايه? معناه ان الاوتر كونتين وان الكترون. فارق نمبر فور. هقول له اقول نمبر سي نمبر سي. نمبر سي. الياس ري. الالكالايميتل القائمة اللي هي نفس الخصائص دي معادة. نمبر ايه? صح? صح? الالكتريستي صح? نمبر دي? لا دي غلط دعا. يبقى اكسبت نمبر دي? زي دونت ري اكت وز ووتر. نمبر دي? اقول له زي دونت ري اكت وز ووتر. منبر سيكس. اما لسه ميديك السؤال ده في نموذج قبل كده بس ميديك بالفريون. يا جماعة هو الفريون هو الكولورو فلورو كربون. انا شكلت لك في السؤال هو نفس المعنى. الكولورو فلورو كربون هو ايه? هو الفريون. لسه اي للك في نموذج قبل كده. يبقى كولورو فلورو كربون هقول له نمبر دي. هقول له. انا كده خلصت اول مراجعة من مراجعات ليلة الامتحان. ان شاء الله المراجعة التانية بازن الله رب العالمين. النهاردة الساعة سبعة بازن الله رب العالمين. في النهاية اتمنى انكم تكونوا استفدتم. الرجاء اشتراك في القناة. وفعل زر الجرس. ودوس لايك عشان اول منزل المراجعة تحت ساعة سبعة توصل لك الاشعارات. واستفيد مراجعة بازن رب العالمين. في النهاية استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.